مساء الخير او صباح الخير يا برج الاسد اه حسب الوقت اللي هتشوفني فيه ان شاء الله. ازي احوالك يا برج الاسد يا رب تكون دايما بخير وبساعدة دايما. احوالك اي انا شايفك اهو دفول يعني من غير اي حاجة انت سعيد. ومنطالب كده وحياتك جميلة ممكن تكون مش في علاقة عاطفية. اه ممكن تكون لوحدك هذه الفترة. اه ممكن تكون برضو خرق لسه خارج من علاقة او بادئ علاقة. خلينا هنشوف برضو اللي وراه. انت وراك الفورة والنهاية. في حد آآ متابعك وبصص عليك من بيت على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وبصص للشمس والهوى والمية. في حد متابعك ممكن. وبصص عليك ده مش بصص عليك بس ده متمسك بيت كمان. وممكن تكون انت مش عايز آآ تخش معه في علاقة. او انك عايز تبدأ مع علاقة. ده اللي هتشوفه دلوقتي. طب خلينا نشوف طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة يعني. ممكن. خلينا نشوف طيب آآ مشاعر الحبيب. شايفك ازاي? اه مش بقول لك بصص عليك. اهو بصص عليك وهو فعلا شايفك نجمة. برج الاسد بجد من الابراج اللي لما اعمل لها اقراءة لازم يطلع فيها ستار. ليه معرفش? طبعا انت ستار. بس انت معقول يعني ايه حد يشوفك كده اللي هو واو. ده مش ده بني ادم معانا. طيب لو زعلان منك زعلان ليه? او متدايق مسلا. شايف العلاقة ازاي? ده بقى بص ده معجب معجب بيك ما بقول لك بصص عليك وانت بص وياه على الصخرة. انت شكلك كده بتبهر الناس. الايام دي. بص احنا في الشتا ووقف جنب النهر ولا همك. ولا همك. متكتكيني هنا هو انت ولا همك. آآ ممكن تكون واحدة وانت واحدة وجزابة قوي 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 وهز الشخص معجب بيك قوي. طيب آآ نهيته الداخلية وما يزهره. وهز الشخص عامل ايه في حياته? طيب هوا مبدايا انت شكلك مش في علاقة. ممكن يكون ده آآ اعجاب. ممكن حد اعجاب. او شخص بيكلمك دلوقتي. آآ ولكن بيلمح لك من بعيد انه معجب بيك. القناة دي يكون ممتعة لحد ما يعني. طيب آآ مبدئيا هزا الشخص مشاعره ايه? آآ ممكن نقول ان هو ما سده لك. ومشاعره مسكة في ايده كده عايز يسلمها لك نفسه يديه لك المشاعر دي. آآ ممكن تكون بتتعامل مع حد برج آآ ترابي. آآ ممكن تكون برج حمل بتتعامل معي. اللي عندي هنا يعني تفتقد برج الحمل اصلا. آآ دلو وكمان ايه تاني. وميزان مسلا. آآ برضو ده برج الحود. زين جيتمان برج الحود برضو. طيب آآ 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 هذا الشخص آآ بيحبك على فكرة ولكن حب بطريقة غريبة شوية. هذا الشخص عايز يمتلكك. مش امتلاك وحش. ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو ماسك الحاجة كده بص كل حاجة يمسكك. هو عايز يمسكك لان انت آآ مفيش حد بيمسكك. انت لوحدك كده طاير آآ باصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك. او مهتمة او بقى اعمالك وبشكلك محلوة او انت برج الاساس الفترة دي سواء رجل او سد. محلوة يعني عملت حلاوة علينا. فهذا الشخص عايز يمتلكك باي صورة من الصور. سواء خطوبة زواج علاقة. لان هو شايفك انت زي النجمة ستار. شايفك زي النجمة بالزبط. وبص حتى هنا لوحدك برضو. يعني زي ستار هنا شخص لوحده وبردو هنا شخص لوحده. فممكن تكون انت حاليا مهتمة بانجازاتك قوي. ومش مهتم بيها بس انت مهتم بيها ومحقق نجاحات. فهذا شخص مبهور بيك. فهو عايز يمتلكك او يخلي مشاعره مستقرة. يقول هيلك مسلا يقولك انا معجب بيك وعايز واحد اتنين تلاتة معاك عشان نبدأ علاقة مثلا. آآ طيب هو زعلان منك. لو زعلان منك زعلان ليه? ممكن يكون زعلان منك لانك موقف العلاقة. انت يا برج الاسد مهتم بانجازاتك المادية فقط. هو زعلان لان مفيش تساوي في زيلة لك. الشخص ده معجب بيك اعتقد. وده بنسبة تساوي في الماء. دي آآ علاقة كراش. آآ حد آآ هو اصرح لك بعجيب واعتقد بالفعل. وقال لك انا مش هسيبك مسلا. خلاص بقى انا احبيتك ولاقيتك وانت ما زلت في مسلا يعيش لوحدك. خلاص عادي. معجبين كتير يعني مجاتش على ده مسلا او مجاتش على دي. فهو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضو لوحدك. برضو لوحدك. يعني انت برضو لوحدك انا في طريق تاني غير طريق الحب. مختار ان انت آآ تسلك مسلا طريق النجاح الفلوس. آآ تخلص دراستك او تخلصي كليتك. تخلصي شغلك. تترقف شغلك او تترقى انت او هي تترقى. والعلاقة بينكم مش متوازنة. مش عايز تدي وتاخد معا. ممكن تكون مسلا ما بتردش عليه مسلا فترة فترة لا. بتتمل في العلاقة. فواز علام منك بانك معلق الموضوع لم تعرف تقرب ولا بتبادل. مرة بتدي. مرة ما تديش خالص. مرة تتكلم. مرة ما تتكلمش خالص. ارحم هزا الشخص يا برج الاسد. ارحمه. ارحمه من جبروتك. هو برج الاسد بيحب يزبط نفسه على فكرة في العلاقات دي مش حاجة واشا. لكن هو بيحب لما يخش علاقة يحس يحس كده ان اللي قدامه عايزه. ويتهافت عليه. طيب آآ هو شايف العلاقة ازاي? شايف ان العلاقة دي علاقة جميلة قوية. وهي نقصها بس كوباة واحدة ونجيب المأزو. والله لاني بعد الورقة دي يتين اف كابس دي متجاوزين. فهو هذا الشخص انت بالنسبة له استار. الامنية الغالية على قلبه. فهو لو العلاقة دي ابتدت. فهو قد حقق الامنية العاشرة بالنسبة لي. فهو تقريبا نزل شخص مستقر ماديا. واعماله كلها مستقرة. وعنده الشقة. ودهنها. وكل حاجة تمام. هو بس ناس ان انت العروسة تاخد المفتاح وتخش الشقة. بس. او العريس دي خلاص يجي بقى يقرى الفتحة مع بابا وخلاص. فانت الامنية العشرة او انت الامنية العشرة. آآ مش بقول لكم الاقراءات بتاعت الكراش دي بحب بقى او بصراحة يعني تظهر الاقراءة كده في النص بحب بقى. طيب هو نييته الداخلية ايه هو عايز اشتغل معك في العلاقة. ومش عايز يبقى مثلا يعني ميكونش فيه آآ ياخد ويدي معك. لأ هو عايز عايز اشتغل في العلاقة هو مستعد انه يبزي المجهود عشان يلفت انتباهك. بس انا قبل ما نشوف الورقة دي انا عايز اعرف انت آآ ليه مش عايز ترتبط بيه. او مسلا مأجل الموضوع. حال انت اصلا معجب بيه او منجزبله. حال نشوف. هنقفشك يا برج الاسد. والله يلاقفشك. حال انت يا برج الاسد كده لتشوف. منجزب على هزا الشخص وغلبي. آآ والله انا خايف يكون مش منجزبله. بس انت شكلك كده لا انت منجزبله. انت منجزبله وهو عجبك. على فكرة الشخص ده ترابي. او شخص بالفعل هو غني او شكله حلو وجذاب. ولكن انت عارف انت آآ آآ لو انت حد بيتفرج على برج الاسد و برج الاسد بيعمل معك كده. برج الاسد معجب بيت جدا. وعلى فكرة عايز يديك يا كوباء. آآ بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيتدلع. انت ممكن تكون بتدلع على هزا الشخص اللي هو خلاص بقى. آآ ما تبص كده يا عماد لا. آآ برج الاسد بيتدلع. انت يا برج الاسد بتتدلع على الشخص. ده هو عاجبك جدا ودخل دماغك قوي. داخل دماغك قوي هزا الشخص. لو انت راجل فالبنت دي اخلى دماغك قوي. بس انت مش عايز تظهر له ده. يمكن في الوقت الحالي. او عايز تبايله انه انا مش فاضي والله العلاقات خالص. تماما يعني. العلاقات دي اخر حاجة عندي بقى. ان تخطب امتى بقى. ممكن تكون بتحب ان انت فيه فيه ناس بحب تمط في العلاقات. يعني مسلا الاعجاب ما ياخدش الى شهرين. لا او ياخد تلاتة اربعة خمسة. بس هي علاقة جديدة يا. وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيك. بس مش عارفة ده بتعمل مع كده ليه. آآ طيب هو هيزهر لك ايه? هو هيزهر لك آآ ده هيتخنق معاك. ده هجيب نس تخنق معاك كمان. لا 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 الشخص ده مش سهل خالص. ده مش هيسيبك على فكرة. آآ لهلمك يعني. بص انت 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 عامله خرم في دماغه يا رجل اسم. خرم. كبرياءك عامل للرجل او للبنت دي خرم في دماغك. بص. مش عارف اناهم او مش عارفة اناهم. مش عارف يسيطر عليك. عايز يمسكك من حتة مش عارف. ناوي يعمل معاك ايه? هو ناوي آآ يحط النقط على الحروف. يعني هيجي في مرة يقول لك آآ هو انت عايز ايه? انت عايزني ولا مش عايزني? هو هيقف وقفة كده مع النفس ويجي يقول لك انت عايزني ولا مش عايزني. عايزني هبقى معاك. مش عايزني هنسحب والله يا ابن الحلالة انا راجل عندي شغلي عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها. انا والله عجبتي بيك ودخلت البيت من بابه او من شباكه يعني. حتى لو في الدول الارضي ما كن يكون الشباكة عادي من نخش منه يعني. مش موضوعنا مش موضوعنا. لكن هزا الشخص هيوقف يقول لك آآ انت عايز ايه? عايزني اتقدم ولا عايزني? انا شي باسيب لك العلاقة خلص. هو ممكن تحلس مشدة ما بينكو لكن هتبقى كويسة. وهتنتج بثمرة حلوة. يعني الشخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جواك. احزر منه بابر جلاس. انت لما خب ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوصلك لمرحلة انت تقوله انا معجب بيك. والله يمعجب بيك بس ما تمشيش. لان هو عايز يعرف حيات مشاعرك. عايز يفكك من الرابطة دي. هتعد بقى رابط لي بقى في الليلة دي مش هنخلص. فهيتخانق معاك بس اخناقة وهمية يعني مش خناقة حقيقية. هي اخناقة القصد منها خير. ان هو يعرف انا موضوعي ايه في العلاقة? آآ حياته مشي ازاي? حياته مشي بالميزان. ده الراجل ده او شخصية دي سواء بنت او ولد. هزو الشخص ميزان. حياته بالميزان. علاقاته اشياءه كلها بالميزان. فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان. يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك. هتقبل يا برج الاسد ولا لا? دعا نشوف طب نصيحة الطروليك. انكن تكون خايف. بس انا حاسات بتدلع. ما انتش واحد خايف يعني. نشوف نصيحة الطرول برج الاسد. مشاكلك خايف بقى وانا ظلمتك ولا ايه? انت خايف على فكرة من هزيه العلاقة. وماشي ببطء وتكاد تكون مش ماشي اصلا. يعني تكاد تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى برج الاسد. ان كنت خايف من هزا الشخص. فهزا الشخص حقيقي جدا. بيحبك بيحبك. يتمناك يتمناك. عايز ايه? عايز علاقة جدية معك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكس ما بداخلك بمعنى. وانا افضل اقولها. افضل اقولها طول عمري. يا جماعة ان كنتوا خايفين. اقولوا انا خايف. اقولوا انا عدم ازهار الحقيقة للطرف اللي معاك. بيخلي يتوهم اشياء. يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه. وان انت مراخيرك فوق ومش عايز ترتبط به. ومع انك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا وعايز ترتبط به. خايف اقولوا والله انا بخاف من العلاقات. بص انا بخاف من النهاية. اثبت لي بقى ان النهاية تبقى حيوة. خليه بقى ايه بقى يشوف هيثبت ازاي. بس ازا الشخص جد جد. ومستعد ان يبني معك هذه العلاقة. فلو انت عتتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هذه الحركات. طيب اه العزاب من القادم في الطريقة? اه في حد من الماضي يا برج الاسد. وبيفكر فيك قوي. ممكن يكون برج العزراء. وممكن يكون برج مائي. اه هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريقة لان هنا واقف. هو واقف خالص. اه بس لو انت كعازب انفصلت عن حد فهزا الشخص ندمان عليك قوي قوي قوي. ندمان عليك قوي. اه هي جد كده بقى ان هو هو مش جاي. هو مش هيجي. لكن هو اه قاعد لوحده كده. وبيراجع ذكريات العلاقة ووقت الانفصال. وليه حصل اصل الانفصال ما بينكو. اه هل هو هيتقدم ولا لا اعتقد لا في الفترة دي بالتحديد. لان هو ندمان قوي 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 عليك. وماسك الكوباء بتاعته وعمل يقول يا ترى هيرجع. يقدر يرجع ولا هو عايز يرجع. عايز يلف داره بس يبص عكوبايتين ويجيلك. بس هو مش هيقدر. هو تعبان نفسيا على فكرة. اه نكنن شخص ده. ليك ممكن يكون شخص ده ظهر لنا. عشان يجيب لك رسالة. هنشوف رسالة الشخص ده ليك ايه? لان هي كده. هو عايز يقول لك حاجة. المفاصلين يا جماعة. او العزة بس ديهم علاقة صادقة يا. يا الهربيو ده تعبان قوي. عايز يقول لك انه زعلان فعلا. وفراءك سبب له جرح في قلبه. لو في حد من برج العزراء او برج مائي حوض سرطان عقرب او اي برج مش مشكلة. آآ من الماضي انت يعني سايبه بقى لك فترة. عايز الشخص مجروح قوي. وعايز يقول لك انه تعبان من غيرك قوي. قوي يعني. ونفسه يتقدم نحوك. لكنه شاعر بان خلاص كل شيء بخ. كل شيء انت. شوف انت هتعمل ايه برج الاسد طيب. لان الشخص ده تعبان وان اوي. اويين. اويين لان اوي oين. اوگين كانت конفいてدعوذات جفافة time لانningenِ pensando اذا لم يحصل لعزهمات اوة اخفارات ح demonstrates. او اشترك مجم筑 المس worse